مرحباً بكم مشاهدينا الكرام في هذه البداية الجديدة وبرنامج رمضان القيم اليوم طبعاً ضيفنا الأستاذ محمد العليم إمام وخطيب بوزارة الوقاف والشؤول الإسلامية الرحب فيك أستاذ محمد وسعيدين بهذا اللقاء الطيب أنا أسعد ورحب فيكم في الأخوة المشاهدين للبرنامج نحن يمكن اليوم حلقتنا حلقة إن شاء الله مميزة وموضوعها كذلك مميز عن فضل قيام الليل قيام الليل يمكن الناس يكون في بعض الأمور والاختلافات في أهمية هذا الأمر طبعاً لكل يعرف هذا الأمر لكن عن متى قيام الليل المدة في عدد الركعات الكثير من الأمور متعلقة في قيام الليل صحيح بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشكركم على هذا اللقاء وهذا الموضوع الحقيقة المستحق والموضوع الشيق والمهم في ديننا وله شيء عظيم وهو أمر ذبال في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف من حرصهم على هذه العبادة تتواتر الأحاديث في الكتاب والسنة وفعل السلف في الاهتمام في صلاة الليل في رمضان وفي غير رمضان ولا شك ونحن في هذا الشهر الفضيل تتأكد هذه العبادة وجاءت الأحاديث متواترة في فضل قيام الليل في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان ولكن تتأكد في شهر رمضان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه الأولى ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والثالثة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما هنا بمعنى الذي أي الذي تقدم من ذنبه فهذه العبادة تتأكد في شهر رمضان المبارك وشهر رمضان هو دورة تدريبية العبد المسلم للتزود من الطاعة فيجتمع في شهر رمضان الصيام ويجتمع فيه القيام ويجتمع فيه الإحسان ويجتمع فيه تلاوة القرآن وهو دورة حقيقية ودورة تنشيطية للعبد تستمر يرتفع حتى الإيمانيات سبحان الله يرتفع الإيمان عند الناس وإذا فهم الإنسان حقيقة هذه العبادات الصيام يصوم النهار ويقوم الليل ويطلو كتاب الله عز وجل فيما بين ذلك ويطعم الطعام ونحو ذلك ويبدل الخير والإحسان وكان نبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون فيه رمضان إذا استوعب العبد حقيقة هذه العبادات تجلى عنده المفهوم المراد من شهر رمضان مبارك من صيامه فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون هذه العبادات والعبادة تورث تقوى الله عز وجل والخشية من الله عز وجل وتزودوا إن خير تزاد التقوى فلذلك شهر رمضان هو شهر الإحسان هو شهر العمل من لم يتزود في شهر رمضان من التقوى ومن طعم متى سيتزود؟ هذه فرصة يعني هذا الشهر الكريم فرصة هذه فرصة والأجواء تعين صحيح ورمضان ينبغي الإحسان أن يتغير فيه لا يمر رمضان كغيره من الشهور لذلك جاء في شهر رمضان العبادات الجماعية فيستسهل العبادة على العبد يعني في غير رمضان لو أراد الإنسان أن يصوم شيئا لا ربما تقل عليه ولكن لما يرى أن الناس كلهم يصومون يسهل عليه العبادة وهذا أمر مجرب كذلك في قيام الليل إذا قام العبد في شهر رمضان وأصلى مع الناس وبحمد الله اليوم المساجد تعمر في المصلين في قيام الليل ولا ربما لا تتسع المساجد سواء في المسجد الكبير في المسجد الدولة أو في المساجد الأحياء وغير ذلك الناس اليوم بحمد الله عز وجل لديهم من الفقه ولديهم من الوعي ولديهم من العلم الشرعي ما يكفل لهم أداء هذه العبادة والحرص عليها لما يعلمون من أثر هذه العبادة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وقال عليكم بقيام الليل ولو بركعة واحدة وذكر الله عز وجل في غير ما آية فضل هذه العبادة العظيمة كما قال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون يوم القيامة آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون أثر هذه العبادة يوم القيامة أورثهم المنازل الرفيعة في الجنة إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها لمن أطعم الطعام وأفش السلام وصلى بالليل والناس العيام هذه العبادة العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أربع الأمثلة ولا يذكر أن أحدا قام الليل حتى تفطرت قدمه كالنبي صلى الله عليه وسلم فكان وهو المعصوم وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو الذي غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تقول لعائشة أتفعل ذلك يا رسول الله يقوم الليل حتى تتفطر قدمه تتساءل عائشة أتفعل ذلك يا رسول الله قال يا عائشة أفلأ أكون عبد شكورا سبحان الله فهذه العبادة هي من أفضل عبادات وأجل العبادات وتورث الخشية وتجبر ما نقص من صلاة العبد ما يعتليها من نقص وسهو ونحو ذلك جاءت الأحاديث تحث على قيام الليل ولو بركعة واحدة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام بعشر آيات نعم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين سبحان الله عشر آيات لما تقرأ صورة الفاتحة وصورة الإخلاص قلهم الله أحد 11 آية تحقق هذا يعتبر قيام الليل هذا أقل قيام الليل ركعة ركعة واحد عليك بقيام الليل ولو بركعة كما جاء الحديث هذا المنزل أو درجة أقل ما يتحقق في قيام الليل من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين دخل مرحلة أخرى نعم ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الذين يأتون يوم القيام ولديهم قناطير مقنطرة ألف آية كم ممكن تأخذ من الوقت طبعا لو حسبناها تقريبا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفضل القيام قيام داود كان ينام شطر الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة هذه أفضل أفضل وقت يقوم به العبد لقيام الليل لأن الله عز وجل يحب العمل أدومه وإنقل أن تحرص على قيام الليل وتستمر في قيام الليل أفضل أفضل من أنك تقوم ليلة كاملة ثم تنقطع فأفضل الصلاة الصلاة داود كان ينام شطر الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام شطر سهل نحن عندنا كثير من الأسئلة متعلقة بهذا الموضوع لكن بنشوف تقرير معاك ونرجع إن شاء الله قيام الليل هو دأب الصالحين وتجارة المؤمنين وعمل الفائزين ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم فيشكون إليه أحوالهم ويسألونه من فضله فنفوسه قائمة بين يدي خالقها عكفة على مناجات بارئها تتنسم من تلك النفحات وتقتبس من أنوار تلك القربات وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات من فضائل قيام الليل أن الله جل وعلا مدح أهله قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قيام الليل يميز المسلمين فلا يستوي عند الله تعالى من يقوم بالليل ويتضرع إلى ربه ومن يقضي الليالي بالسهر والعبث والملاهي قال تعالى أم من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلاة قيام الليل من أفضل الصلوات بعد صلاة الفريضة وأعظمها أجرا وسبب فضلها كما قال ابن رجب الحنبلي أنها أقرب إلى الإخلاص وأنها تحتاج إلى عزيمة بسبب مظنة المشقة في أدائها وأن في صلاة الليل زيادة في الخشوع والتدبر صلاة قيام الليل من أسباب دخول الجنة ففي الحديث الشريفي أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رجعنا مشاهدينا الكرامة برنامج رمضان القيم ومازلنا نسعد باستضافة الأستاذ محمد العليم إمام وخطيب وزارة الأوقاوش الإسلامية ذكرت كثير من المعاني الجميلة عن فضل قيام الليل وذكرت كذلك يعني بعض الأمور يمكن تكون بركعة واحدة يعني أصبحت من الذين أقاموا الليل يعني يمكن في ناس يعتقدون هذا الأمر أنه لو كان شيء بسيط ما كأن أقام الليل صحيح لذلك أنا أنصح في شهر رمضان وفي خير شهر رمضان يتأكد أن الإنسان من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله سبحان الله إذا حرصت شهر رمضان وفي غيره أن تقوم أن تصلي الفجر في جماعة ترى كأنك كان قائم الليل كان قامت الليل وأيضا هو أفضل من قيام الليل وأيضا من صلى العشاءة في جماعة فكأنما قام نصف الليل فلذلك لا يحرص الإنسان على قيام الليل ويفوت الفرض الفرض هو أعلى شيء وأفضل من قيام الليل فمن بالك إذا جمع العبد صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة وقام الليل أيضا فهذه منزلة عظيمة وهو خير وأجر ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن يصلي العبد الصلاة في جوف الليل نعم نعم نحن القيام في هذا الشهر الفضيل لنتكلم عن صلاة التراويح وصلاة القيام هل هذه طبعا يشملها موضوع قيام الليل طبعا هذه من قيام الليل وأيضا جاء في فضل صلاة التراويح أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة فلذلك يحرص المسلم عبد المسلم الذي يرغب فيما عند الله عز وجل في الدار الآخرة من الأجر المثوبة أن يقوم الليل ويحرص على قيام الليل في طوال شهر رمضان لأن الأجر فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا يتحقق إذا قام العبد شهر رمضان كاملا إذا صمت رمضان كله وقمت رمضان كله وحرص أن تقوم ليلة القدر بالتأكيد بإذن الله عز وجل أنك ستحصل أحد هذه الفضال أما أنك تصم رمضان إيمانا حسابا أو تقوم رمضان إيمانا حسابا أو تقوم ليلة القدر فيغفر لك من لم يغفر له في رمضان من لم يتعرف على الله عز وجل في رمضان من لم يتعرض لنفحات الله عز وجل في رمضان من لم يتعرف عليها فلذلك قيام الليل في رمضان له معنى آخر ولها فضيلة عظيمة وأيضا تسهل العبادة في شهر رمضان ويسهل قيام الليل في شهر رمضان يعني الإنسان لو صلى لوحده لا يستطيع أن يختم القرآن كله ولكن لو صلى مع الإمام حضر الختمة وسهل عليه ذلك وسهلت عليه العبادة ومن لم يختم القرآن وإنما سيقرأ الكثير وأكثر من لو أنه صلى لوحده في بيته فلذلك العبادة إذا كانت جماعية وهذا أمر عظيم في ديننا الصلاة فرضت جماعة صحيح والصيام فرض جماعة والحج فرض جماعة وكذلك يسن للعبد أن يصلي قيام الليل في شهر رمضان جماعة لتسهل عليه ولينال الأجر العظيم كذلك يدخل هذا في الأمر النساء وصلاةهم المساجد يعني يتحقق لهم ذلك إذا صلت مع الإمام حتى ينصرف يكتب لها قيام ليلة يجوز لها أن تصلي في المسجد وصلاةها في بيتها أفضل إلا إذا أرادت أن تصلي في المسجد صلاة تصلي مع الإمام حتى ينصرف وتسمع دعاء المسلمين وستصلي صلاة وستحس بشعور يعني القراءة وستتحقق لها أشياء ما تتحقق لها في بيتها ولا صلاة المرأة في بيتها أفضل نعم يمكن هذا الأمر والفضل العظيم اللي ذكرته حضرتك حتى الأجر يوم القيامة طبعا في من يقوم الليل وحرص الناس على الاستمرار طوال ليالي رمضان يمكن في ناس تكون بعض الأمور حريصين لكن في العشر الأواخر يعني مثل ما قال يكون يتقنص ليلة القدر أو الأحرى يعني في المفردات تكلم عن 25 و 27 وبعض الأمور لا يتجنب أنه ما يصلي أو أن يتهاوم فيها صحيح لذلك بعد شهر رمضان ستجد الناس يختلف الناس في ناس يقولوا ليلة القدر في 27 وفي ناس يقولوا ليلة القدر 25 وفي ناس راح يقولون ثلاثة وهذا كل سنة يحصل نعم صحيح اللي صلى بس 27 إذا قالوا الناس أنه 25 يحس في الغبن أن نفاتته ليلة لا سيما أن هذه الليلة عظيمة وليلة شريفة وليلة خير من ألف شهر والله أخفاها لأن الناس تحرها البعض يحسب ليلة القدر 83 سنة هي ليس 83 سنة ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بمشر أصحابه ويقول أتاكم شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنان وفيه تغلق أبواب النيراد وفيه مناد وفيه ينادي مناد يبغي الخير أقبل ويبغي الشر أقصر فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم فلذلك من لا يقوم ليلة 27 أو يقوم ليالي الفردية هذا سيخص في الغبن إذا إذا خرج الشهر ولكن من صلى العشر كاملة أو صلى شهر رمضان وقام شهر رمضان كاملا يعني شمالها جميع والله إذا كانت في 27 فهم صليها إذا كانت في 25 فهم صليها إذا كانت في 24 فهم صليها وبإذن الله عز وجل سيدرك ليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي كانت تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال أقولي اللهم أنك عفوون تحب العفوة فعفو عني ينبغي العبد أن يكثر من هذا الذكر في ليالي رمضان ثلاث ياما في العشر الأواخر اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل يتحرى ليلة القدر لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم شيئا في ليلة القدر حتى يعلم متى هي ليلة القدر فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأوائل فاعتكف في العشر الأوائل ثم اعتكف في العشر الأواصل يتحرى ليلة القدر ثم أحيي إليه أنها في العشر الأواخر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أي ليلة تنهي ولكن لما تلاحى رجلان أنسيها صلى الله عليه وسلم ورفعت هذه الليلة من أي ليلة هي من الليالي لذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر أواخر يتحرى هذه الليلة يتحرى هذه الليلة والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الليلة تتنقل في أوتار العشر أواخر وليست هي ليلة سبع وعشرين وإن جاء بعض أهل العلم والصحاب أنها في سبع وعشرين ولكن الصحيح أنها تتنقل في العشر أواخر فمن أراد أن يدرك هذه الليلة فعليها أن يقوم العشر كاملا العشر كاملة ويحرص على جميعها طبعا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط في العشرين الأولى ما بين صيام وقيام ونوم ونحو ذلك ولكن إذا دخلت العشر كان يحيي ليلة صلى الله عليه وسلم وكأنما الليل ميت الليل إذا ما قمته يعتبر ميت أحيا ليلة وكأن الليل ميت كان ميت وأحياه فأحياه صلى الله عليه وسلم بالعبادة وفي الذكر وفي قيام الليل فلذلك كانت إذا دخلت العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليلة شدوا مؤزرة ويوقظوا أهله يحرص صلى الله عليه وسلم على قيام هذه الليلة العظيمة التي هي خير من الفشار لو قامها الإنسان خير لهم القيام 80 سنة نحن رح نفصل أكثر ومستمتعين بهذا اللقاء طيب لكن نستأذنك فاصل وراجعين فاصل المشاهدين وعوده بإذن الله عودة المشاهدين الكرام وضيفنا الأستاذ محمد العليم إمام وخطيب بوزارة الوقاوش الإسلامية ذكرت هذا الكلام الطيب عن فضل قيام الليل ويمكن حرص المسلم على بالذات في عشر الأواخر والاستمرار في الصلاة والذكر والصدقات يمكن قيام الليل له خاصية معينة سبحان الله تحس بهذا الشهر تحس بروحانية هذا الشهر والإيمان وارتفاع الإيمان سبحان الله بقيام الليل والصلاة والمحافظة عليها نحن نأكد على هذا الأمر وطبعا خشوع المسلم في هذه الليالي المباركة يحس براحة كبيرة جدا هذا الاستقرار النفسي يمكن هذا من فضل ليالي رمضان وبدات العشرة أو آخر صحيح ودائما إذا علم العبد فضل العمل سهل عليه صحيح إذا علم أن قيام الليل القدر خير من ألف شهر خير من نيفا وثمانين سنة هذا سيسأل عليه أداها سيحرص وإذا علم فضل قيام الليل وأن قيام الليل أفضل عبادات إلى الله عز وجل وأن قيام الليل شرف المؤمن كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال أوصاني جبريل وقال يا محمد اعلم أنك ميت عش ما شئت فأنك ميت وأحبب من شئت فأنك مفارقه وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس قيام الليل شرف للعبد شرف عظيم ويتجلى في قيام الليل الإخلاص لأنه لا يحد يكون معك وأيضا تناجي ربك ويتنزل رب العزة والجلال في الثلثة الآخر من الليل لذلك أفضل وقت وصل فيه في الثلثة الآخر من الليل يتنزل سبحانه نزولا يليق بجلاله فيقول هل من سائل فعطية هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له فإذا دع العبد ربه في الثلثة الآخر من الليل وناجع ربه وسجد لله عز وجل وأقرب ما يكون عبد وهو ساجد فقامنون أن يستجاب لكم حري أن يستجاب لكم إذا علم العبد أن قيام الليل هو دأب الصالحين قبلكم ومرضاة إلى ربكم ومنهات للسقم عن الجسد ومنهات عن الإثم إذا علم فضل هذه العبادة وأن قيام الليل هو شرف للمؤمن وأن قيام الليل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تكون يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فتركه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر نعمل عبده عبد الله لو كان يقوم الليل سبحان الله stairs لعظم هذه هي الإثمة ودينا يتوقف عندها طبعا اللّي كان يقوم الليل في شهر رمضان أو غير شهر رمضان لكن كانت هذه عادة عنده سبحان الله ضعف تهاون في هذا الأمر فالصباح يمكن لا يقوم الليل يمكن هذا ودنا أن نبعث رسالة أنه فعلا فقد شيء عظيم يعني حتى لو كانت هذه السنة طبعا ما يكون لها الأثم إذا ترك هذا الأمر لكن الفضل العظيم والشرف الذي ذكرته حضرتك والمثوبة من الله والدرجات العالية في الجنة يعني شيء كبير فقده الإنسان صحيح والإنسان إذا عمل عبادة فليزمها وإن الله عز وجل يحب أقل أدوم الأعمال وإنخل فلذلك يتحقق لقيام ليل ملازم تقوم ليل 11 ركعة وهذا هو الأفضل كان نبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة ولكن إذا ضربت لا تترك الأمر حتى لا بضبط لذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن أوتروا يا أهل القرآن أوتروا يا أهل القرآن ولما قيل الإمام أحمد أن فلان لا يقوم الليل ولا يوتر قال ذاك رجل سوء كما جاء عن الإمام أحمد رحيمه الله فلذلك هذه العبادة عبادة عظيمة إذا علم العبد فضلها وإذا علم ما لها من أثر في حياة الإنسان حتى فيها بركة في حياتكم يعني هذه العبادة العظيمة هي دأب الصالحين وأثنى الله عز وجل عليهم ويحب الله عز وجل أهل قيام الليل ويستجيب لهم وأقرب ما يكون العبد لله عز وجل وهو ساجد في جوف الليل لذلك إذا من ليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم هجوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفجر الظلوع هذه العبادة العظيمة هي تتحقق العبد في ركعة أو ثلاث أو خمس في يسرع أو سبع أو تساركعات أو أحد عشر ركعة وتتحقق بأقل السور بسورة الفاتحة وقلوا الله أحد يتحقق القيام الليل وأيضا يستمر قيام الليل في رمضان وحتى فيما بعد رمضان بحمد الله عز وجل اليوم المساجد مليئة في المصلين والمساجد تحيي فيها الصلاة قيام الليل فلذلك من تعود عليها صحيح من تعود عليها من تعود على قيام الليل في رمضان لا يترك ترى قيام الليل موجود فيما بعد رمضان في رمضان وفي غير الرمضان لذلك ينبغي العبد إذا عمل أن يداوم عليه حتى الصيام أنت اليوم تعودت الحمد لله على الصيام ثلاثين يوم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكأنما صام فكأنما صام الدهرة كلها أيضا تعرفت الله عز وجل في القيام لا تترك القيام استمر على القيام ولو بركعة الدعوات في هذا الشهر الفضيل وفي يمكن الإنسان ساجد وقائم لله سبحانه وتعالى يعني الاستجابة هل إن شاء الله تكون أحرى في هذه اللحظات لا شك وأيضا من فاتت من فاتت قيام الليل وصلاة التراويح أو القيام ترى أيضا القيام مشروع حتى في بيتك أنت لو جئت أو صار لك ظرف اليوم ما قدرت تصلي ما قدرت تصلي حتى ما قدرت تصلي في المسجد قم الليل في بيتك صلح داعش الركعة في بيتك أيضا قيام الليل يتحقق قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وهو مستمر في رمضان وفي غير رمضان فلذلك لا يقتصر قيام الليل فقط مع الإمام وإنما مع الإمام إذا أدركت إذا أدركت مع الإمام وتحرص أن تصلي مع الإمام منذ بدايته حتى ينصرف الصحابة رضي الله عنهم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى شطر الليل فقال يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليلة كلها سبحان الله الفضل عظيم نحن نريد أن نتكلم أكثر حتى في عدد الركعات وكذلك الوقت الأفضل لقيام الليل حتى في غير رمضان لكن نستأذنك عندنا استطلاع في برنامج رمضان القيام نشوفه وراجعين معك شهر رمضان شهر كريم لابد استغلال وأعلى أحسن صورة لأنه هدية من ربنا وخاصة في العبادات وقيام الليل والترويح قراءة القرآن الكريم والذكر والاستغفار لقد أظل لكم شهر كريم أوله رحمة وآخره مغفرة وأوسطه مغفرة وآخره عدق من النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعطيقنا من النار التقرب إلى رب العالمين ويضئ الوجه قيام الليل في رمضان يعني دي حقه دي ربنا من السنة للسنة الترويح دي بتقربنا لله يعني نحاول نتقرب بها بقدر اللي نكمل الله يعني نعله يستقي بي يعني إن شاء الله رجعنا مشاهدين الكرام وضيفنا الأستاذ محمد العليم إمام وخطيب بوزارة الوقاف الشؤون الإسلامية سعيدين بهذا اللقاء شيخ محمد وهذا الكلام الطيب اللي إحنا نحتاج فعلا نذكر أنفسنا فيه لفضل قيام الليل وهذه اللحظات اللي الإنسان فعلا فيها مثوبة عظيمة وأجر نستفيد منها ومن قضاء سرعة الأيام يمكن الأيام سبحان الله ما تحس في الوقت بالذات في شهر رمضان من يبدأ رمضان تشوفك وصلنا نص رمضان إلى آخر رمضان وراح بسرعة الناس تستغرب حتى من هذه السرعة صحيح رأيت الجوع يطرده رغيف وملء الماء من كف الفرات وقل الطعم عون وقل الطعم عون وكثر الطعم عون للسبات وقل الطعم عون للسبات رأيت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من الماء الفرات وقل الطعم عون للمصلي وكثر الطعم عون للسبات سبحانه اليوم الفرصة مهيئة للجميع بقيام الليل ومتوفرة ومن لم يضرب له بسهم في شهر رمضان في قيام الليل ويتعود على قيام الليل والأجواء مهيئة متى سيتعرف على الله عز وجل من لم يبذل الخير في شهر رمضان متى سيبذله من لم يصم في شهر رمضان متى سيصم من لم يزكي في شهر رمضان متى سيزكي فلذلك تزود من حياتك للمعادي تزود من حياتك للمعادي وقم لله واجمع خير زادي ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زادي سبحان الله فعلا زاد اليوم في هذه الأجواء الرمضانية وهذه الأجواء المفعمة بالإيمان والتعاون على البر والتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اليوم الأجواء مهيئة ومتاحة وميسرة وجميع جهات الدولة تدعم الأجواء الروحانية والاهتمام في المساجد والأئمة يعني يتفرغون في شهر رمضان لتعليم العلم وقيام الليل وصلاة التراويح وحلقات التحفيظ ورمضان شهر قرآن وحن نشوف ممكن الشيخ محمد مرات تشوف بعض الأمور في المساجد يعني عبرة وعظة للشباب تشوف كبار السن يعني مريض وتعبان وكون في المسجد ويعاني أو على كرسي وتلقى شباب يعني أصحى والحمد لله قاعدين بالدواوين وسوالف والناس قاعدين يسلون يعني هذا الأمر يعني فيه مفارقة عجيبة صحيح وهذا مما يعين على قيام الليل أن يعرف العبد بفضل قيام الليل والعبادة بشكل عام وأيضا يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم كان يقوم على ساحتة تتفطر قدمه أيضا يقرأ سير سلف عمر بن خطاب رضي الله عنه كان في جبينه خطين خطة من البكاء من خشية الله عز وجل وعثمان كان يقوم الليل كان يختم القرآن في ركعة وكان يقوم الليل رضي الله عنهم وأرضاهم إذا علمت ذلك وقرأت سير السلف يرتفع منسوب الإيمان عندك وأيضا لما تشوف كبار السن أنت اليوم كبار السن يصلون على التعب والمرض فلذلك أنت شباب والله عز وجل أعطاك القوة تحري أن تستغل هذه الأجواء وأن تتعرف على الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة لذلك لا نفوت الفرصة لا نفوت هذه الجوائز العظيمة والمنح الربانية أن الله عز وجل في كل ليلة مشان رمضان يعتقهم من نار سبحانه وتعالى لذلك يحضر العبد قيام الليل يصل التراويح ويحرص начина slam يصلي مع الإمام ويحضر قنوت ويحضر دعاء المسلمين ويدعو لنفسه وليمن أحب ويدعو للمؤمنين ولمؤمنات فإن من دعا للمؤمنين ولمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمن حسنة على عدد المؤمنين ولمؤمنات بالضبط لذلك لا تنسى المؤمنين ولمؤمنات من دعاء ويضا المسلمين ولمسلمات والأحياء منهم والأموات نعم هذا يمكن حتى من ضمن الشروط سبحان الله قبول الدعاء أنك تشرك المسلمين معك في دعائك إذا دعيت لهم كان لك بكل مؤمن حسن لذلك دائما ادعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة ادعو الله عز وجل فإن الله عز وجل الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسألوا يغضبوا لا تسأل أن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلقوا فلذلك نتعرف على الله عز وجل في شهر رمضان ونتعرض لنفحات الله عز وجل وكما ذكرنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم الذي لا تفوت الفرصة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم الذي تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ليلة واحدة يغفر لك ما تقدم من ذنبك من لم يغفر له في رمضان من لم يتعرف على الله عز وجل في رمضان من لم يتعرف عليه رمضان اليوم الفرصة متاحة والأجواء مهيئة وبحمد الله عز وجل كل ما في شهر رمضان يدعو للطاعة ويدعو للتزود للدار الآخرة فلذلك أذكر نفسي المقصرة أولا وأخواني بالحرص على هذه الليالي وعدم توفيت هذه الليالي والاستمرار فيما بعد ذلك لأن رمضان شحنة ودورة تدريبية يتدرب فيها العبد على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والبذل والإحسان وتفطير الصائمين والعمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن فطر صائما كان له من الأجر مثل أجور من دل على هدن كان له مثل أجر من تبع غير أنه لا ينقص من أجر الصائمي شيئا ومن فطر صائما كان له مثل أجري غير أنه لا ينقص من أجر الصائمي شيئا فلذلك من لم يبذل وينفق ويجتهد ويوجد في شهر رمضان متى سيجتهد من فوت هذه الفرصة العظيمة لأن الوقت يا مر السحاب بالضبط لذلك جاء التنويع في شهر رمضان تلاوة القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن وفي آخر رمضان صلى الله عليه وسلم عارض جبريل القرآن مرتين وكان أجود بالخير وأجود ما يكونه إذا لقيه رمضان إذا لقيه جبريل شهر رمضان فلذلك رمضان شهر القرآن والقرآن عندما تقوم الليل عندما تقوم الليل وينتتلو كتاب الله عزيز يتحقق لك قيام الليل تحقق لك تلاوة القرآن إذا في شهر رمضان يتحقق لك عدة عبادات لا سيما أن هذه الليلة التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بشر أصحابه عليها وأنزل الله عز وجل فيها ليلة أنزل الله عز وجل في هذه الليلة سورة كاملة وقرآن يتلى إلى يوم القيامة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر تنزلوا بفضلها ألف شهر لكن خير من ألف شهر تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إدراك هذه الليلة وكان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله أيضا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا لم يكن صلى الله عليه وسلم فقط يقوم لنفسه أنما كان يوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهله وكان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم لعظم هذه الليالي ولمنزلة هذه الليالي ولقدر هذه الليالي كان صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى لا يفوت وقتا وكان يضرب له الخباء صلى الله عليه وسلم في المسجد والخباء هو الموضع الذي يتفرق فيه صلى الله عليه وسلم للعبادة واعتكف صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن لا يفوت هذه الليلة العظيمة وهذه الليالي العظيمة التي أنزل الله عز وجل في هذه الليلة الشريفة الحمد لله سورة كاملة تطلع إلى يوم الكعب فرصة عظيمة مثل ما ذكرت يعني نوصي أنفسنا وأحبابنا بالحرص على قيام الليل وبذل الطاعات والصدقات نحن سعيدين بهذا اللقاء الطيب الشيخ محمد العلم إمام مخطيب وزارة الوقاف الشهر الإسلامية إذا كان فيه كلمة أخيرة المجال مفتوح للقراءة شكرا لكم على إتاحة الفرصة ودائما أنا أوصي بقراءة فضاء الأعمال لأنك إذا قرأت فضل العمل قرأت فضل شهر رمضان إذا قرأت فضل قيام الليل إذا قرأت فضل الإحسان إذا قرأت فضل تلاوة القرآن تسهل عليك العبادة لذلك أنا أوصي دائما قراءة فضاء الأعمال لأنها تحثك على العمل وقراءة سير السلف ومعرفتهم في العبادة قيامهم في الليل وصيامهم في النهار إذا علمنا هذا سهلت علينا العبادة نحن شكري لك على هذا الكلام الطيب إن شاء الله في حلقات أخرى يكون لنا مواضيع أخرى نتطرق لها طبعا مع أستاذ محمد عليم كلي شكر حضرتك وكذلك الشكر موصول لمشاهدين الكرام حتى نلقاكم في حلقات أخرى يلقاكم في حلقات أخرى وكذلك الشكر مواصل المترجم في حلقات أخرى اشتركوا في القناة